لو هنيجي نروح بقى للأهداف بتاعت منتخب فرنسا احنا خلاص نتكلمنا عن الإجابات لمنتخب مصر نتكلمنا عن الهدوء اللي احنا ظهرنا به في بداية المباراة اللي انت حفظت على الهوية والشكل بتاعك لحد ما ساجلت الهدف حصل بقى التحول الكبير لمنتخب فرنسا استقلال الكرة السابتة اللي احنا كنا عارفين طبعاً نمنا مميزين بيها الكرة بتاعت الهدف الاول نجيب الهدف الاول لمنتخب فرنسا الجزء اللي اتكلم فيه محمود مع عملية نزول العامل البدني لمنتخب مصر اصبحت اكتر مشاكل بالنسبة لعبة منتخب مصر وده يمكن ظهر عملية الخروج بالكرة لعبة منتخب مصر ده يمكن لحظة الهدف في الديها 83 بتحول انت تدرج وكرة من ناحية الشمال دخلت في عمك ملعب كرة اتقطعت باستينا كريم كانت كرة وصلة لماتيتا في عمك الدفاع طبعاً اتحرك بنفس المشكلة لان ارجع بس فريم واحد بنفس المشكلة اللي زارت قدام منتخب براجوي في الجون اللي سجله منتخب براجوي في مرمى منتخب مصر بنفس التحرك من ما بين المساحة اللي موجودة ما بين حسام عبد المجيد وعمر فايد استغلها برضو ماتيتا الكرة الراجل كمل بكرة والعبة في عمك الهجوم لمنتخب فرنسا قدروا ان يسجل منها هدف التعادل مع مرور الوقت بدأ منتخب مصر ينزل بدنيا طبعاً التحول الكبير طبعاً حصل في بداية الاكستر تايم الاول بطرد عمر فايد الشكل الهجومي لمنتخب فرنسا بدأ النواة يتحول دي ممكن الهدف التاني لمنتخب فرنسا طبعاً الكورنر وطبعاً الكورات السابتة اللي هم ما يزين بيها طوال البطولة اتنفذ بشكل جيد طبعاً بنفس الفكر ونفس التاكتك اللي هم ما بشتغل به باع نفسه هنا اللحظة اللي بكلمك فيها كريم قابلي الهوى نقف ارجع فريم بقى ايوا اللحظة دي النار ماتيتا كام مع مين كام مع طوال كورة تلاعب على البعيدة حسام عبد المجيد هيسيب الراجل عشان يكشف الأفساد طبعاً راجل كان متغطي بص حسام عبد المجيد الراجل ما بينهم ما بينهم حوالي تقريباً ياردتين سابوا خالص عينه كانت على الكورة فضل مركز مع الكورة لحد ما تلعبت بالعرض راجل قدر يسجلها بسهولة مغير ما يكون حد ماسكه طبعاً بعض المشاكل الفنية الموجودة في دفاع منتخب مصر متكررة احنا مش عايزين ننتقد كتير لكن هذه المشاكل اللي ظهرت على دفاع منتخب مصر حتى في الهدف الثالث منتخب خلاص فرنسا سيطر على الجيم بشكل كبير الموضوع بقى أسهل ناحية بدانية عند منتخب مصر خلاص فقدناها بشكل كبير رغم التغيرات كتيرة اللي قام بيها ميكالي لكن خلاص العيبة كلها خرجت برى الجيم النرفزة والكلام على الحكم كتير طلع العيبة كلها برى الجيم قدروا ان هما يوصلوا من مرمى منتخب مصر بكل السهولة ممكن الكرة دي الضغط والضغط بالكسافة الهجومية اللي قام بيها منتخب فرنسا لحد ما وصلت الراجل انه يسجل الهدف الثالث في النهاية منتخب مصر عمل كل حاجة لعبة منتخب مصر طلعت كل حاجة عندهم لكن بعض الأخطاء بعض التحولات والتفاصيل الصغيرة في المتشاط اللي شبه دي هي اللي بتودينا للنقطة دي صحيح لو ركزنا فيها كنا ممكن نكون في الفريق إن شاء الله في المغرب قدام المغرب نتلاشى هذه الأخطاء أتمنى وبإذن أنه نبقى مركزين لآخر سنة